استقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كارم جبر ممثل اليونسيف في مصر جيرمي هوبكنز تم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل بالتعاون مع منظمة اليونسيف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس القومي للأمومة والطفولة لوضع خطة عمل يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة هذا وأكد كارم جبر أن الشراكة بين المجلس واليونسيف قطعت شوطا كبيرا خاصة بعد إصدارهما مدونة سلوك الطفل والإعلام والتي تم تطبيقها على أرض الواقع بشكل كبير في جميع وسائل الإعلام مشيرا إلى أن المجلس يقوم بمتابعة تنفيذ بنود المدونة من خلال وسائل الإعلام المختلفة